مرحبا للجميع معكم ساري جابر في برنامج اكزت البرنامج يتطرك لموضع المبادرات والاقتصاد وكيف ما عودناكم زي ما عودناكم دائما اكزت هو برنامج شعبي يلقى بطريقة شعبية ومع شخصيات شعبية واليوم معنا ريدا عازم مرحبا ريدا مرحبا ساري شكرا باستضافتكم العفو والاشي زي ما دائما بحكي بكل برنامج بهمنا نستضيف شباب من المجتمع من وسط العربي هون ونكدم موضع المبادرات وطبعا نعلمهم كيف بقدروا يفتحوا شراك كيف يربحوا وشو يعني مبادرات وشو يعني دفئة وشو يعني ايات ايشي خاصوا بالعالم الجديد ريدا اليوم انا اول مرة بتعرف عليك الصراحة وحكينا قبل البرنامج ربع ساعة عشرين دكيكة بارد طرينا نستعد للبرنامج نفسه تعال اوليش انت تعرف الجمهور اللي بشاهدوا فينا الحين عنك شوي لو سمحت ريدا عازم عمري اثنين وثلاثين سنة انا في الاساس تعلمت هندسة الكهرباء والاللكترونيكا ومع السنين يعني تعلمت اشتغلت في المجال فترة قصيرة جدا احنا استمحك اناش المجالات اللي انت موهوب فيها تنكور بس عن جد انت موهوب وانا سمعت عن عدة شغلات اللي انت حكيتها ومبرح الوالد حكالي عنك شوي كمان وقلت له لا لازم اليوم مفوض حدا يكان يكون عندك وقلت لا لازم رضا اليوم اتجيبه على البرنامج فانت تعلمت الالكترونيكا وانت اليوم بتتعامل بالعكس انت بتتعمل انت اوليش مبادر تعال نبلش هيك مبادر بلاشت بش جديد ما كانش معروفك قبل عشر سنين والموضوع هو انك انت خبير في مجال التجارة الالكترونية صحيح ويعني خبير في الموضوع زي مثلا اللي بعرفش في اي بي في امازون في شابفاي شابفاي وهاي كل اياتها منصات اللي بقدر واحد يتداول فيها يبيع اياتها اجهزة اواعي اكل اياتها ايش بنفع بالعالم حتى سيارات بنفع تلك هناك كتب مثلا بنفع تلك هناك في هاي المواقع في هاي المنصات رضا بدي شوي نحك عن انت كمبادر كيف بلاشت وكبل عشر سنين كان الساعة العالم الالكتروني جديد لهونا البلاد نحن هناك عن سنة الفين وتسعة يعني ببلش الانترنت ببسطة العربة الفين واربعة لما ارتلع موقع بنيت الفين واحد متأسف والليوم الفين وتسعة بنحسب الحديث هسا انه كان بكير الساعة اشداد اه اه اشداد لا كانش ابتلع الهواتف مع الانترنت ومع ايفون الثاني تلع وقتها فشوي رضا شوي عن حالك كمبادر كمبادر انا بظهرت في هذا المجال ما كنتش اعرف بالمجال بتاتا يعني بمجال البيع الالكتروني بمجال البيع الالكتروني في الكثير اصدقاء اللي بتواصل معهم دام بحكي معهم في اميركا فعلموني عن المجال شوي بس انا حبيت اتطور في اكثر والحمد لله بعد مطابرة ومبادرة مني تعلمت المجال من الكبار التجار بالعالم التجار الناجحين في المجال اليوم في عندي عدة ممتلكات في الانترنت بشكل عام من مواقع او متاجر افتراضية في الانترنت في الاي بي في الامازون في الشوبيفاي حضرت كثير محاضرات برية العالم كمان في البلاد هون لانه هذا المجال هو مجال الدينامي مجال اللي بسرعة بتغير بسرعة بتغير لازم يكون واحد مواكب على اي تغييرات اللي بتحصل واساس النجاح في هذا المجال بالبالك هي الديناميك والديناميك بالانجليزي الديناميك ده هي كلمة مهمة لشان الكل اليوم تسمع الديناميك كل الشركة الامريكية موجودة بامريكا واليوم موجودة بأوروبا الديناميك لازم الواحد دائما برجع لحلقات كبت تغيير وتغير بده الديناميكة بده ديناميك لازم الواحد دائما يتأقلم مع شو عم بصير هسا في السوق الواحد يسرع يستعجل ويعمل شو لازم يعمل مضبوط صحيح صحيح لازم دائما الواحد يكون على مواكب لأي تغيير وكمان اهم اشي الابداع الابداع في مجال التجارة الإلكترونية هو اهم اشي للنجاح في هذا المجال في عنا من خلال الكوبي رايتنج كتابة تسوقية للمنتج تائنا انا مديش الساعة عفودي شو بتساوي بالزبط اوليش بتدهك عنك رضا عشان انا شخصيا اوليش بهمني انت صار لك عشر سنين بتشتغل في مجال التجارة الإلكترونية وهذا الموضوع اللي هو لليوم جديد هون بالوسط العربي مش الكل عم تسويه ومش بس هيك يعني انت بقدر اقول انك انت بقولوا بالانجليز بستعمله مبادر في الموضوع في العالم هذا يعني انت من الاوائل هاي واحد اثنين موضوع اللي هو جدا 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 جديد ولا اليوم جديد وانتي اليوم عم بتعلم في بتعلم بالموضوع في بدورات وفي كورسات بحوالين بكل بلاد من طيبة لمن الفحم للنقب للناصرة صحيح فهذا كمان اشي وعن جد انت من فكر تعالي نكون بين مغضر نلك خبير في بيع الالكترونية في بيع في كتجارة في المواقع الالكترونية فاليوم اوليش بطلع براسي رضا عازم صحيح بدي شوية تحكي لي بطلع اليوم السبب دامن بحكي لهم اوكي لازم نفتح الشركة لازم نعمل هاي وهاي بدي شوية يارف عن النمط طبعيك فانت بلاشت كابل عشر سنين بكاش سهل صحيح ويانا الانترنت بطيء وكان الانترنت غالي وانك تساوي بلازم تشتغل مشان تجني مصاري لالبيت ومن جهة ثانية لازم بدك تفتح شركة او لك تفتح هالك تشتثمر فيها وقتك ومصاري ومحتمل تخسر وتفشل ومحتمل تنجاح ونجاح تجني النجاح كمان سنتين وثلاثة عن الموضوع او سمحت رضا؟ صحيح في هذا المجال في عنا دائما عدة تجارب يعني احنا بنحب نجرب اشياء جديدة ونخفش من الفشل يعني لو فشل مرة مش مشكلة ممكن اني اطلع فيه كمان مرة بس مع تعديلات اللي انا شايف فيها مناسبة ماذا كنون شو سار معك بالالفان وتسعة رضا؟ انا في الالفان وتسعة انا بلشت من السفر زي ما كنت وجربت المجال وتحسنت فيه من خلال اني تعلمت المجال بطريقة صحة واني اتبعت عدة طرق جديدة اللي انا حاولتها بنفسي وزي ما قلت لكم زي ما قلت انه دائما حاولت اجرب اشياء جديدة وما خفتش من الفشل لانه انه لو فشلت مرحلة معينة مش مشكلة ممكن اني احاول كمان مرة مع تعديلات اللي انا شيفها مناسبة ليلي او ممكن اجرب اشياء جديدة فدايما انه شخص اللي فشل بمجال معين مش شرط انه يوقف بهذا المجال ممكن انه كمان يجرب كمان مرة بس بطريقة مختلفة بطريقة جديدة حسب رأيه هذا هو الاشي اللي هاي المبادرة اللي خلتني انجح في هذا المجال رضا كانوا عندي بالبرنامج متأسف انه اقاطعت ممكن اقاطعت كمالا كدام كان عندي رشاد حاجيها في البرنامج كان عندي جوليان جبران وما اثنين حكيت عنهم عن مواضيع الفشل وبتعرف من خارج للستوديو هون في استوديوهات هلا موقع بانت دائما بنحكي عن التخوف العربي من الفشل بخاف انه يفشل ولما يخاف انه يفشل فبروحش بقذش المغامرة عشان المغامرة بخاف انه بالنهاية تصير فشل صح مزبوط والفشل نربطه مع الخوف مزبوط وانت هزا حكيت اشي مهم اشي جوهري انت بتقول وانت ناجح انا شخصيا باعرف انك ناجح وبعرف من شو رجيت انك ناجح وبعرف عن شو بحكو عنك بالسوق انك ناجح مع انه النجاح له عدة مكيوسات بس بس في ايا ناجح ايا مش ناجح صحيح باللي انت حكيت وانت قلت انك انت اخذت مغامرة معينة انت غمرت صحيح سوف اكمل فيها وبحاول معك احسنها واكدامها طبعا بعد 2009 رضو بعد 2009 اليوم انا يعني اليوم بعد ما تقدمت في المجال اليوم محاضر في المجال كابل المحاضر بدي شوي نفهم من 2009 مثلا لسنة 2013 اربع سنين اربع سنين اربع سنين شو صار من وقت من شو صار بعوال اربع خمس سنين من الشول طبعا المشروع كبر كثير اليوم احنا عبارة عن ثلاث موظفين غيري انا في عندي كمان ثلاث موظفين اللي في عنا عدة ممتلكات اليوم مربحة جدا اللي حد اليوم شغالة وبتنتج لإلنا دخل اضافة وحتى اليوم هو مصدر رزقنا الرئيسة مش دخل اضافة متأسف فاليوم من خلال اربع سنين الاولى لاحظنا عن جد تقدم كبير في المجال خصوصا في مجالنا يعني في مجال التجارة الإلكترونية اللي عن جد يعني المجال اللي هو تطور بشكل ملحوظ وحسننا وعطانا يعني فكرة كبيرة عن هذا المجال وكديش هذا المجال بقدر يحسن لأشخاص ثانيين المجال الخاص لإلهم أو مشروعهم التجاري عن كيف انت بتحكي لي هل ممكن نقطع السبع أركام من الأرباح طبعا نقدر السبع أركام يعني مليون وفوق اللي مش عارف فأوليش هادش بشرف نسمعو واناك تقدر أصلا تساوي شي من هنو بحد ذاته بتطلب كثير وقت وبتطلب كثير علم وكراءة 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 وترد تفشل وترد تنجح وعلى النجاح ترد تبني أخرى مرة نجاح أو فشل وتتعلم منه وترد تتابر وتكدم كمال مرة ثلاث موظفين ثلاث موظفين يعني عندك تطعمي ثلاث عائلات كل شهر فهذا مش كليل وطبعا في أنت اللي موجود هناك السيئو المدير شو أخرى مثلا بالعالم نفسه انت بتحكي لي حكيتين لي هاسا عن الموظفين وعن شو ما يقدر يدني وعن النجاح والفشل لنفرض حدا اليوم بده يفوت بالموضوع شو بده يساوي أول شي طبعا أهم شيء لازم يتعلم المجال بطريقة صحيحة هاي إحدى المشاكل اللي موجودة اليوم عنا بالعالم العربي إنهم بشوفوا أكم فيديو من اليوتيوب أو من الانترنت وبيبدو يشتغلوا بالمجال بطريقة اللي فش عندهم أي معرفة أساسية صحيحة عن هذا المجال هاي المشكلة الأساسية اللي عنا بفكروه إنه لعبة في الانترنت عشان إنه موجودة بالانترنت عشان إنه سهل تكبس هناك صحيح بفكروه إنه أكيد طلع بعض رسالة وأعمل وأحلم بسلاحة اللي بوصلوه لأن الإشي افتراضي فبيفكروه إنه لعبة في الانترنت هذا مجال عمل زي أي مجال تجاري ثاني موجود اليوم في مجال التجارة بشكل عام فلازم يتعلم المجال بطريقة صحيحة ومفضل إنه يتعلم المجال من شخص اللي بشتغل من المجال مش بتدعي إنه بشتغل بجيبش أي نتيجة فأهم إشي إنه يتعلم المجال طب طريقة صحيحة وكثير بشوف إنه نفترض بقول إنه ساعتين باليوم وخلص جاء بالمرة بالساعتين باليوم مش ساعتين باليوم لازم الواحد يشتغل زي أي شغل ثاني إحنا نشتغل ثمن ساعات زي أي وردية ثانية زي أي شغل ثاني اللي بنشتغل من الصبح لساعة العصر زي أي شغل ثاني تعالي نقول هيك فيش شي يسمى مزرعة المصاري لا فيش شي زي عشان تساعد مزرعة مصاري تشتغل كل يوم ثمانة وعشرة واثناش وفي اللي بنشتغل أربعتاش وستاش صحيح عشان الواحد يقدر يتكدم وأكيد وكيد عشان الواحد يتكدم لازم يتعلم من غيره يسمع من غيره يكره ضلوا يكره يتعلم يشوف شو في جديد شو بتغير شو اليوم بصير شو بكرة يصير صحيح من دون هذه الشغلات تشتغل زي الماكينة زي الروبوت أو أنك تتكدمش تظلك محلك يعني واحد من الثنتين تتكدم وتكره وتشوف شو في جديد بالعالم تظلك تتعلم طبعاً تظلك ورا وتشتغل زي الماكينة وتتغيري في المحلة تظلها كاعدة نفس المحل بتساوي نفس الشغلات كل يوم طبعاً رضا قبل ما نخرج لفاصل معنا كيكو نص حكاية أنت بهمني شوية أسمع أنت كمبادر عن اليوم يوم تاعك ليس التقنيات تبعية الموضوع نفوت فيه أخرى شوية بدافهم أنت كيف كل يوم تسحى الصبح وكيف تذهب تنام أنا كل يوم الصبح بكم أول إشي بتابع الرياضة الخاصة اللي هي في الجيم بعدها بتتبع الموظفين بشوف شو المهام اللي لازم يعملوها اليوم بحطيهم المهام اللي لازم يعملوها طبعاً براكبهم بنبدأ طبعاً بالتقنيات اللي موجودة أو الإدارة للمتاجر الخاصة لأنه مشاريعنا عشان كمان تعرفوا أنه في عنا قناة يوتيوب كمان بنتابع بنعلم فيديوهات فيها في عنا كمان الدورات اللي بنستشير أو بنعطي الدعم اللي لازم شو اسم الكورس اللي بتاتي؟ شو بتسميه؟ اسم موقعنا أو الدورات اللي بنعمل فيها أكاديمية كامبوس فيها عدة طلاب من جميع أنحاء العالم العربي اللي بنعلمهم المجال بنعطي الدعم اللي لازم لإلهم في عنا موظفين اللي هم فيرشوال أسيستنس أما الافتراضيين اللي بساعدونا عبر الإنترنت بساعدوهم هناك كمان بنعطيهم المهام اللازمة هناك فبندير مشروعنا زي ما كنا وديه كاملة ثمان ساعات اللي بإدارة طبعاً لازم الواحد يبدأ يومه بطريقة اللي هي تكون أكثر سهلة وأكثر دائماً بفضل الواحد يعمل رياضة معينة الصبح اللي يعطيه الأدرنالين اللازم اللي يبكى طول اليوم شغال بطريقة صحية عشانك حكيت أن أدرنالين تعال نأخذ فاصل على السريع إن شاء الله ونكمل معه نخرج لفاصل لذكيك ركيكتين علانات ونتابع مع عريضة عازم سيري جابر الهيئة المترجم السحن المترجم السياسة الهيئة المترجم السحن المترجم السابق بعد بروح بشوف الورديات ان الموظفين بشتغلوا صح بعتهم الاوائل تنقول شو لازم يعملوا اليوم الترتيبات اليومية طبعياتهم وهم اهم شي وحكيها اليابا كمان بالفاصل ردا ان الواحد يبلش يومه هو مبسوط تبلش مبسوط من دون عصبية بتعرف تمشي اليوم طبعيك بطريقة صحيحة بطريقة اللي تقدر تفكر فيها لأبعد من دون ما انت تكون متضايك وبطريقة اللي فيها امل وانك تعرف تتقدم لكوا الدعم ردا بموضوع في امازون في اي باي في شابي فاي اهمهم اهمهم في جيف بوزيس اللي هو شو عمل هو تطلق من مراته قبل شهر او شهرين وعطاها خمسين بالمية من ممتلكاته اللي هي مش عارفة كمن مليارد دولار بس حوالي مش ذاكر انا هي مية ولا متين ولا اوسط على الكبير من ملياردات دولارات ولكن هو عنده اولاد منها وهم بيحبوا بعض وهذا الموضوع يفهمناه بس اللي بدنا نفهمه اكثر واحد زاي جيف بوزيس بلش من مخزنه في البيت كان اشتغل مخزن عندهم يعني كراج السيارة في البيت وان بحط السيارة وهو بيجي على خمسة اربعة متر اربعة باربعة متر او ثلاثة بثلاثة متر بس للسيارة تفوت لجوه وفي رفوف على جنب تحكي لنا شوي عن كيف هو بلش وبعده بدو تطبك كيف انت بلشت على شو جيف بوزيس عمل صح جيف بوزيس بلش من زي ما قلت قراج السيارة الخاص له في البيت كانت عنده فكرة لبيع كتب بالانترنت كان بدو يعطي حل الكتروني لبيع كتب في امريكا فطرح الموضوع لأدة اصدقاء له لا احده وافك على فكرته بالاخر اهله وافكوا انهم يساعدوا ومن هين بلش في بيع كتب في الانترنت اهه وبعدها اتطور لبيع منتجات اللي هي غير مختصة في الكتب اللي هي منتجات الكترونية وحتى اليوم صار بيع كمان منتجات اللي هي غذائية حتى صحيح فالاشي الاساسي اللي ركز عليه الامازون والسبب الاساسي لنجاحه انه اهتم اكثر بالمشترى اكثر من التاجر اليوم الامازون هي اكثر بتركز على حلول للمشترى من ناحية سرعة في خدمة الشحن في خدمة الشحن شحن المنتجات اللي هو الامازون برايم اليوم شخص من امريكا بشتري منتج بالامازون برايم خلال يومين ماكسيموم ثلاث يكون المنتج عند المشترى وكمان الخدمة الزبائن كثير مهمة بالنسبة لهم اللي شخص امريكي اللي بيحكي باللغة التقليدية الخاصة للامريكي اللي لما يتراصل معه بيحكي مع شخص امريكي عادي مش بيحكي مع هندي او اللي بيعمل عليه سحاق اللي هي مكالمة خاصة من خارج امريكا فهو السبب الاساسي للامازون لنجاحه اللي هي خدمة الزبائن حسب راي واهتم اكثر بالمشترين اكثر من التجار جيف بيزوس صحيح جيف بيزوس اول اشي اشي مهم عنه اول اشي اهتم بالمستهلكين اللي بيشتروا بالمواد صحيح وهذا اهم اشي يعني فيش شركة اليوم بتخوم وبتضرر يعني مش راح تنجح شركة من دون ما يجوا مستهلكين يدفعوا حق المواد او يدفعوا الكتب او يدفعوا شو ما يكون يكون فمن دون هاي الشغلي طبعا وطبعا مش راح يزبط هسه اللي هو فيه بالامريكا مش اللي جدا دارج اللي يسموه كوستمر كير و كوستمر سيرفيس هذول الثنتين مهمات لعيلهم يعني تتصل اليوم لأبل اول اشي براحقوا فيك بخلوك تطلعك مبسوط بحطوا لقناني تبكى مبسوط معهم فهاي يعني الكوستمر سيرفيس و كوستمر كير هي بيقدر يكون البيع نفسها بيقدر يكون الاشتراق نفسه بيقدر يكون التبديل او بيقدر يكون لما انت تساوي اشي معين في المواقع هاي التجارية صحيح و بدي اغلبك بس تطبك شوية عن شو طلع و بلش من كرات جيف مضبوط و انت بلشت من غرفتك بالبيت ما كانش عندك مكتب مع ان انت كارت على منصة تبعية وتستخدمها و استخدمت منصات غيرها بس كيف اقدرك شو بقدر لك متشارك بينك وبينه زي ما كنا انه جيف الفكرة تعيته كانت غريبة جدا زي ما كانت فكرة غريبة جدا لما خرفتها لعدة اصدقاء اللي اللي حبيت شاركوني في مشاريع التجارية زي ما هو توجه لعدة اشخاص يساعدوا كمال انا توجهت مع حدا الي ساعدني تقريبا في اول طريق او اول مشوار في هذا المجال فدايما اشي غريب على الناس دايما كثير زي ما كنا بنرجع الخوف او المجازفة بحبوش يجازفوا باشي فهي اللي بشوفه الاشي اللي مشترك بالرغم انه هو ما استسلمش وظلوا يبحث عن شخص لحد ما اهله دعموه كمان انا اه ضلتني ابحث في عندي اليوم عائلتي اللي كمان دعمتني يعني لاليوم بدعموه فيك لاليوم بدعموه فيك كمان وكل كده كده برنامج دعم من الآية اللي دايما مهم بالبالك شو بيعملوا عادة مبادرين جديد اللي بيساوي انشاءات يعني اللي بيساوي شركة جديدة اول ايش بدوروا على فنز بدوروا على فندنج اشتثمار معه عادة عادة وعا الاغلب بالواسط العربي مثلا بياخذ الاشتثمار الاول من البيت 50 او 100 او 150 او من هنا يبلش او بيدعموك معنويا اللي هو بيساعد طبعا بس مش كفاية او بيساعدوك كفاية اخرى مرات بيكون او بيساعدوك من ناحية مال بيساعدوك بيساعدوك 50 او 100 او بيساعدوك اذا هم بيقامنوا بايش انت بتساوي صحيح صحيح دايما هذا اشي عامل مهم جدا من ناحية من ناحية تقنيات كيف اليوم يشاهدوا فينا وانا مش رابة كلش انو راح يتعلموا كيف يفتحوا تجارة الالكترونية ورح ينجحوا فيها ورح يملوها طبعا هذا ايش اللي بد الواحد يتعلموا ويكرا كثير عنو وملايين كتب وانتي حكيت عن كتب من امازون اللي بلش فيها جيف قبل اكمن يوم وصلني 50 كتابة انا شارتي من امازون مش هنظر اتكدم بمهوضع معينة فاول اشي طلع جيف بيع شاطر فاهم هنفهم شوية جمهور عن الموضوع بخصوص التقنيات التقنيات اللي خاصة في البيع على موقع كيف الواحد اليوم بفوت ببيع وتنقول من فوق الواحد بتطلع عليها من نظرة من فوق شو بيصير مش هنلقدر واحد يساوي البيع نفسها المهم اليوم اهم اشي اللي هو بحث اسواق حسب رأيه انه تلكو نلك المنتج او نبحث عن المنتج الصح اللي نبيعه في الموقع فمهم جدا نعمل بحث اسواق في الموقع عملية اعلان المنتج عملية بناء صفحة المبيعات الخاصة لهذا المنتج هي عملية نسبيا بسيطة اليوم المواقع الافترضية مثل ايبي امازون شوفي فاي بتسهل كثير او بتبسط كثير الموقع اللي كل شخص عادي يجي و يبلش يبيع في الموقع لانه هدفها الاساسي لعشان تربح نصاري انه اشخاص يبدوا يبيع فيها ويداولوا فيها فهم اشي حسب راي اللي هو بحث اسواق لازم واحد دايما نركز عليه طبعا ادارة صحيحة لمشروعنا ادارة صحيحة لانه كثير اشخاص او كثير تجار بلاحظينهم اللي نفترض ما بيسعروا المنتج بمبلغ صح بيسعروا بمبلغ اللي هو فش في ربح تقريبا فمهم جدا كمان نعمل ادارة لمخزوننا لمنتجاتنا للموردين اللي بنتعامل معهم هذول اشياء مهمة جدا رضا فيلي بسموه وانت بتسويش دروب شيبنج بس مش اغلبه كلهات بس دروب شيبنج عشان دروب شيبنج انت بتشتري المواد من مصنع المصنع نفسه بيوديلها هذا دروب شيبنج انا صاحب متاجر كبير جدا لكن انت بتشتري كمان كميات بتشتري من مصانع او بتشتري شو ما يكون يكون بتخزنه ومن هناك انت بتسوي البيع تبعيتك كمان فهي مش بس انت بتاخذ نسبة معينة من البيع ولكن انت بتشتري كميات وبتسوي لها ماركتنج ويتبيعها الحلو في هذا المجال ساري انه المجال ممكن تتطور فيه في عدة طرق عمل في مجال التجارة الالكترونية كل واحد عنده اليونيك مستبعيه عنده اخصصيته فيه في المراحل الاولى ممكن انك تبني مشروعك التجارة والتطور من خلال دروب شيبنج بعدها ممكن انك تشتري كميات اذا شفت منتج معين اللي بتعمل عليه دروب شيبنج وشفت انه المنتج عن جد ناجح ممكن انك تعمل برايبت لابل خاص ماركة خاصة للك وتصير تبيع انت بنفسك ماركة خاصة للكم ماركة خاصة ماركة خاصة اللي بنقدر نعملها من الصين او من البلد اللي عايشين فيها واحنا كمان نربح النسبة اللي بندفعها للمورد اللي بنعمل منه دروب شيبنج ففي عدة مراحل أو طرق عمل في التجارة الالكترونية بنقدر نبدأ مرحلة مرحلة لنوصل للنجاح اللي هو النجاح الكبير حكيت عن باحث اسواك بسموه بالانجليزي ماركة وهذا ايش مهم الواحد يفهمه حكيت عن انت بكسير بباحث اسواك الواحد يدور عن شو هسا دارج في السوق عن شو الناس بتدور وفي عدة طرق الواحد يلكاه هاي الشغلات لنفرض تفوت عمحرك باحث تشوف شو هزير اشياء الناس عم تبحث عنه او او اشي ثاني تعال ناخذ موقع بانيت مثلا موقع بانيت بتشوف اخبار 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 عن شغلات معينة مرات راح تشوف اخبار معينة عن تلفزيونات بشكل خاص او فين اشي غير فيمكن هذا الاشي الناس تشوف انه من المناسب تشتريه وهناك بتصير تدور عمين تبيع هذو المواد او الشاشة ابر شو ما هي تكون تدور عمين تبيعها هذا مثال لايش ماركت ريساتش هو مش بس بباحث حسب محركات الباحث تدور بعدة محلات تشوف اصلا انه فيه كفاية مارجن او لفريج انه فيه كفاية وان تفوت بالسوق مش يعني تفوت تقول ايه خلاص انا بدي ابيع ايه كاسة هلا كباية مي انا بدي ابيعها وفيه غيرك ببيعه فيه اخرى عشرات الالاف فهو انا فيه شوان تربح عشان انا فيه عشرات الالاف المتصابكين على الباية كباية هلا مظبوط ومن جهة ثانية ريك تدور على شغلات اللي هي الى الخاصة او هي بتختلف حصرية مظبوط حصرية لما اقتلك هذو حصرية لما تلكها اضايش بحد ذاته بقدر يجيب لك بيع ايه اذا فيه اذا عملت البحث الصح انت تكون المتحكم بالسعر اللي لما تبقى حصرية دايما لما يكون حصرية عندك الكو اللي تتحكم بالسعر فيش اليك اي منافسة فدايما النجاح بيكون اكبر واسرع كمان لما تكون حصري او منتج اللي هو منتج اللي ممكن الكاسة هلا نعملها بتصميم خاص اللي نكون حصريين كمان نربح عليها اكثر قد عندي سؤال لك طبعا ونجري بيش جديد ام اياك هسا ومسوي نهو كابل ومحكيناش علي كابل لا مش الكتاب مش الكتاب رشاد حاجيها كان عندي بالبرنامج رشاد عنده عامل بتنت عامل ابتكار لشك في القطعة معينة اللي بتساوي بتخليك تعرف تكشف اذا تنكون البترول اللي هو ممكن يكون ديزل او بنزين اللي بيفوت على السيارة اذا هو بنزين فعلا او اذا هو ديزل والحال لهذا المشكلة اللي بتصير هناك انه عم بيعبه بنزين بسيارات ديزل ووقتها تخرب سيارة ديزل وابدك ثلاثين الف شاكل او هي بعبارة عشر تلاف دولار اللي بشاهدونا في العالم العربي عشان تصلح المشكلة واسع بلش يصنع فيه عنده مشتثمرين عنده كل شيء ايش من هالنوع اذا بده بيعه في ايبي او شابي فاير او امازون شو رأيك فيه ممكن يكون له اكمالية كبيرة جدا الفكرة حلوة جدا وليب رأيك ممكن يكون له اكبالي انت كخبير تجارة لانه هاي اللي مظنش انه شوفت تقنية زي هيك او منتج زي هيك اللي موجود في الامازون او الايبي بس زي ما كنا دايما بنعمل بحث اسواك بنعمل ماركتنج طبعا نشوف اذا فيه احتياجات اذا فيه رغبات دايما الرغبة هالي بتولد الاحتياج ممكن رغبة انه فيه كثير اشخاص برغبه اما كمان نشوف كمان السعر الرغبة مقابل السعر هاي اللي بتولد الطلب يعني ده هسه بكل مثلا حكي الكتعة هاي هاي اللي ممكن فيه كثير اشخاص اللي رغبين هذا المنتج بس طبعا نشوف السعر انا براي سعر سعر الكتعة النافسة رح يكون يتراوح بين ثلاثين دولار ومئة دولار فشوفنا مثلا في سيارة موالله هناك بحاولوا يعملوا بحث معين هناك بتحصل بين مئة لثلاثمئة دولار هون بيكونوا في البلاد بين مئة لثلاثمئة شكل ففيه فرق شاسع رضا كمان سؤال باذنك من 10 دولار كده بتقدر تساوي من 10 دولار بقدر تساوي 1000 دولار نزالها الجميع عشان يسمعها كلها 10 دولار 50 شكل بقدر تساويها 1000 دولار 3500 شكل اول شي مش مش تغرب ان بتقدر تساوي شي من النوع بما انك انت عن جات بتتابر بالموضوع وانت من الموجودين وقدر اكونك انت كمان من الموجودين موجودين في البلاد هون ثاني اشي قبل ما نفوت على البرنامج انا حكيت معك عن كتاب اللي نقدر نسوي مع بعض والكتاب مفروض يحكي عن كيف يساوي عملية البرنامج او البيع نفسه تشتري وتبيع مش بالمفهوم تبعية بس بمفهوم كتاجر زيات محل موجود هنا في البلاد انك تبيعها في التجارة الالكترونية ووووووه كيف يبيعوا فيهم الأهم أهم أهم كيف الناس تشتري طبعا بالآخر بدك الناس تشتري تستثمر تشتري قطعة معينة تشتري تهاتف ولا تشتري تلفزيون شلاشة ولا تشتري كباة ولا تشتري أواعي بالآخر بدك تعيش السوق مشان السوق يظل يمشي طبعا اليوم الشراء في الانترنت مهم جدا ورح يكون هون مستقبل الاستهلاك المستهلك دائما رح يستخدم التجار الإكتوني للشراء وكمان لربح المصاري زينا في عالم التجار الإلكتوني طبعا رضا أنا مبسوط من اللقاء معك انا كدير انا لازم ننهي بدأ تضيف تأتي آخر جملة مهمة برايك لازم يستمع المست العربي ايش المهم اللي انت حاب تضيفه وهم 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 مهم شي هسا انه فيه بطلع رقم على الهاتف وانا بدأ الجمهور يتواصلوا معنا هنا على البرنامج يودوا لنا يتشاركوا معنا يقولون لنا أراءكم أودلكم تتواصلوا مع رضا أودلكم تتواصلوا معنا او انتم مبادرين او عندكم شي جديد بكم اياه او طبعا تجويننا على الستوديو طب شرفنا تتواصلوا معنا عن طريق الرقم اللي موجود هون بدأ آخر شي انا بحب أوجه للجميع انه كل شخص حابب كل شخص حابب يجرب مجال جديد انه يتوجه لنا يحكي لنا شو فكرته لانه دايما فيه أفكار دايما اللي منقدر نجرب أشياء جديدة فمش لازم يكون أي تردد أو خوف دايما أشياء جديدة بتفتح لكم إمكانيات جديدة إمكانيات ربح جديدة إمكانيات اللي انتم بشكل شخصي بتنقو راضيين من نفسكم وانكم متحققوا الأشياء والأمنيات اللي لكم طبعا يساوي اللي بحبه زي ما انت ساويت شي بتحبه كل ما سكابل ما ننهي انت كابل ما تبلش في كل البيع بالمنصات الإلكترونية للتجارة بكيت تتحب الموضوع بالأول؟ كنت تتحبه ولا مع الوقت صرت تتحبه؟ لا أنا حبيت هذا المجال لأنه عشان هيك نفوته لأنه كنت حابب هذا المجال هذا المجال التجارة طبعا لا هيا أنا مننهي البرنامج لحلقة اليوم وكيف نلاحظنا من كل برنامجنا هو برنامج شعبي بدنا نكدم السوق المحلي اللي موجود هنا بالوسط العربي وطبعا بدنا السوق اللي موجود في العالم العربي يتواصل معنا وكان معنا رضا عازم أنا شخصيا حبيت رضا وحبيت شوفي عنده يحكي لنا اليوم وبراي رضا مبادر زي ما دائما بقول بالدام وإن شاء الله سبوع الجاي بتكوني لنا حلقة جديدة ونقدر نجيب رضا كمان شهر أو شهرين نحكي عن شهرات جديدة وأنه الناس يتواصلوا معا ولهونا بنوصل نهاية البرنامج برنامج اكزيت اللي بشجع بالآخر بالآخر أنه نعمل اكزيت في الوسط العربي شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة